في خطوة تمثل نهاية الرمزية للمهمة الأمريكية العسكرية في أفغانستان تنحى قائد القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان سكوت ميلر عن منصبه وخلال مراسم أقيمت في العاصمة الأفغانية كابل سلم ميلر مهامه للجنرال كينيس ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على القوات في أفغانستان والعديد من الدول المجاورة من المهم أن يهيأ الأطراف هنا في أفغانستان المناخ اللازم للتسوية السياسية ويمكننا جميعا أن نلحظى العنف الحاصل عبر البلاد وفي ظل هذه الأجواء من الصعب تحقيق اتفاق سياسي لذا مرة أخرى أقول لطالبان أنها مسؤولة أيضا وهذا العنف الدائر ضد إرادة الشعب الأفغاني يجب أن يتوقف ومن المقرر أن تنهي القوات الأمريكية انسحابها الكامل في أفغانستان بحلول شهر سبتمبر على أن تحتفظ واشنطن بنحو 650 جنديا في العاصمة كابل لتأمين السفرات ومطر حامد كرزاي الدولي ورغم هذا القرار إلا أن البنتاجون أبدأ قلقه من الهجوم الواسع الذي تشنه حركة طالبان داعيا كابل لبذل كل ما في وسعها لصد هذا الهجوم في المقابل قال وزير الخارجي الروسي إن الولايات المتحدة تسعى لإعادة نشر قواتها بالقرب من أفغانستان كي تبقي على نفوذها هناك يأتي ذلك في وقت تشن فيها حركة طالبان هجوما شاملا ضد القوات الأفغانية وتمكنت بالفعل من السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي الأفغانية والمعابر الحدودية بينما لا يسيطر الجيش الأفغاني سوى على الطرق والمحاور الرئيسية وعواصم المدن ترجمة نانسي قنقر